بسم الله الرحمن الرحيم المعتمدة لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس جمعية الصداقة العمانية الصينية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة عمان المكرمون أعضاء مجلس الدولة أصحاب السعادة الحضور الكريم طيب الله مساءكم بالخير والسرور ويسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذا الحفل البهيج في هذه الأجواء المفعمة بالروح الإيجابية والتفاؤل رغم كل التحديات أرحب بكم في حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية في نسختها العاشرة التي تنعقد فعالياتها وعيننا على المستقبل المشرق بإذن الله بعد التفاعي من الأزمات المتلاحقة التي أضرت باقتصاد العالم وعمان أيضاً نجتمع اليوم ونحن على اعتاب عام جديد مفعم بالآمال نحو انطلاقة للاقتصاد العماني إلى أفاق أكثر رحابة بفضل الجهود والخطط الحكومية المتواصلة الساعية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتعددة التي يزخر بها اقتصادنا الوطني بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المأمول وتوفير فرص العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة الضيوف الأعزاء لقد سعد جائزة الرؤية الاقتصادية وعلى مدار النسخ الماضية خلال أكثر من عشر سنوات إلى تأكيد مكانة القطاع الخاص باعتباره القاطر الحقيقية لنمو الاقتصاد والبوتقة القادرة على استيعاب الباحثين عن عمل ولذا حرصت اللجنة الرئيسية ولجان التحكيم خلال النسخ المختلفة من الجائزة على اختيار أفضل الشركات والمؤسسات التي أثبتت جدارة واستحقاقا بفضل ما تقوم به من أعمال وما تبذله من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في نموه وتقدمه صاحب السمو السيد الدكتور راعي الحفل الحضور الكريم دأبت جائزة الرؤية الاقتصادية وضمن خطط تطورها على دعوة إحدى الدول الصديقة كضيف شرف احتفاء بما قدمته من إسهامات ومشاركات داعمة لنمو الاقتصاد العماني سواء من خلال استثماراتها المباشرة الحكومية والخاصة أو حجم التبادلات التجارية مع سلطنة عمان وفي هذه النسخة يسعدنا أن تكون جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضيف شرف هذا العام تتويجا لمسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين وتأكيدا على طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومن يمن الطالع أننا بعد أيام قليلة ومع بدء عام 2023 نحتفل في سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية بمرور 45 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إيمانا من الجانبين بضرورة تطوير مستوى هذه العلاقات بشكل مستمر بما يحقق الأهداف السامية والمشتركة التي نتطلع لها جميعا وتأتي دعوة جمهورية الصين الشعبية هذا العام بعد اللقاء الذي عقده صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مع فخامة تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لبحث التعاون مع الدول الخليجية والعربية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين الصين والعالم العربي وتجلى هذا الحرص الصيني على تطوير العلاقات خلال انعقاد القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية وهم القمتان اللتان شاركت فيهما سلطنة عمان وشهدت مناقشات مستفيضة حول آليات التعاون البناء بين عمان والدول العربية من جهة والصين من جهة ثانية ومن المؤمل أن تزداد هذه العلاقات قوة وصلابة في خدمة السلام والتنمية لشعوبنا ومما يجدر الإشارة إليه هنا في هذا السياق أن سلطنة عمان تستضيف على مدى ثلاثة أيام حفل تكريم الفائزين في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط لعام 2022 والتي بدأت بالأمس وتستمر خلال الأيام القادمة بمشاركة خمسة تعشر فريقا من إحدى عشرة دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وهذه دلالة عميقة تلأثر تؤكد المستوى المتطور من علاقات الشراكة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية الصديقة الضيوف الأكارم إننا عندما نتحدث عن تمكين القطاع الخاص نقصد تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها أن تدعم نموه وتساعده على القيام بأدواره ومسؤولياته خاصة فيما يتعلق بتشغيل المواطنين والتنويع الاقتصادي أو توسيع القاعدة الاقتصادية ولا شك أن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد لأجل تبسيط الإجراءات الحكومية وخفض رسوم الخدمات وهو ما يتحقق بالفعل خلال المرحلة الراهنة التي ما زالت تشهد استمرار إعادة هيكلة المؤسسات ولذلك شهدنا قبل أيام انطلاق المرحلة الثانية من دليل تسعير الخدمات الحكومية وهو ما يمثل دعما إضافيا للقطاع الخاص كي ينطلق في مساراته المرسومة له وعلى جانب آخر تواصل مؤسسات الدولة جهودها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ومنها الاستثمارات الصينية والتي تتزايد في سلطنة عمان بفضل ما نقدمه هنا من تسهيلات وحوافز للمستثمرين علاوة على اقتناع المستثمر الصيني بما تزخر به عمان من مقومات وما أدل على ذلك من الاستثمارات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم وغيرها ولذلك نؤكد دوما أن تطوير العلاقات بين عمان والصين يأتي ثمار الخير والنماء على البلدين خاصة وأن الاستثمارات الصينية ترتكز على حركة التنمية وآليات تطوير وضمان استدامتها فضلا عن تحقيق العوائد المالية المجزية لكل الطرفين الحضور الأعزاء لقد أفردت الرؤية المستقبلية عمان ألفين واربعين مساحات كبيرة للحديث عن دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك وخلال الفترة الماضية تابعنا الحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على النهوض بأداء القطاع الخاص من خلال إصداء التوجيهات السامية بضرورة تسريع معاملات القطاع الخاص وإبداء المرونة في العمل وتوجيه الطاقات نحو الاستغلال الأمثل لها كي يتمكن هذا القطاع من إثراء نمو ناتج المحل الإجمالي والذي من المتوقع أن يحقق نمواً هذا العام بنحو 5% وسيحافظ على هذا المعدل وقد يصل كما شهدنا بالأمس في إعلان الميزانية إلى 5.5% وهو ما يعني الخروج من الركود الذي تطال معظم الاقتصادات العالمية وخاصة الكبرى منها بسبب ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وغيرها ومثل هذه الأزمات هي التي تدفعنا إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية وتفادي الوقوع في الأزمات التي تفرضها المتغيرات العالمية ولذلك كانت المساعي تتواصل نحو مزيد من الشراكة الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف جذب الاستثمارات والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والتسهيلات الكبيرة التي تقدم للمستثمرين لاسيما في قطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة وعلى رأسها القطاع السياحي والموانئ واللوجستيات والخدمات وغيرها صاحب السمو إنني وفي ختام هذه الكلمة ود أن أعرب عن عظيم امتناني وتقديري إلى صاحب السمو والسيد الدكتور أدهم من تركي آل سعيد على رعايته الكريمة لهذا الحفل كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية على ما بدله أعضاء السفارة الكرام من جهود لإنجاح هذه الفعالية والشكر موصول إلى جمعية الصداقة العمانية الصينية نظير الإسهامات البناءة في مسيرة التعاون المشترك كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة الرئيسية ولجنة التحكيم على ما بدلوه من جهود مقدرة خلال مرحلة الفرز والتحكيم وكل الشكر والتقدير إلى كافة الرعاة والداعمين الذين قدموا كل سبل الدعم لضمان إنجاح هذا الحفل متمنياً لكم جميعاً قضاء أوقاتاً طيبة في الفقرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته